اعلنت الحكومة العراقية التوقيع على خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع السعودية فيما اعلنت الرياض عن تأسيس صندوق مشترك مع بغداد رأس ماله ثلاثة مليارات دولار هذا وصدر بيان سعودي عراقي في ختام محادثات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد على ضرورة السعي لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة واستمرار التنسيق سياسيا وعسكريا وأمنيا بين البلدين وحث البيان جميع الدول على الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية تسلمت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغال قيادة القوى البحرية للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش وفق ما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فيما باشرت الحاملة الأمريكية عيزنهاور عملياتها من المتوسط أضافت الوزيرة أن فرنسا تخلف الولايات المتحدة في قيادة المهمة ما يظهر إصرار التحالف على التصدي للتنظيم موسيقى